موسيقى نحط من كرامة الصوم عندما نمارس صوم البطن وحدهم الصوم هو أيضا الامتناع بواسطة العينين والأذنين والأنف واللسان واليدين والفكر عن كل ما يدنس الإنسان جسدا وروحا ولا يجعله طاهرا هالقول هو الإديس باسيلوس الكبير اللي بيأكد فيه على روحانية الصوم إذا صومنا بد يكون فقط هو صوم البطن صوم المعدة إذن هو صوم ناقص الصوم المتكامل والمفيد والنافع هو صوم الحواس كله العينين كما بيقول الإذنين الشم التذوق اللمس التفكير كل ما يدنس الإنسان الصوم الأسهل هو صوم البطن والصوم المفيد والأصعب هو صوم الحواس الإديس باسيلوس الكبير بقوله هذا يدخلنا إلى عمق الصوم ويقول لنا إن أردتم أن تصوموا صوموا صوما نافعا لا صوما بالشكل فقط بل صوم يؤدي بالإنسان إلى الانتقال من حالة الجسد إلى الحالة الروحية التي تطهر الجسد والنفس معه اشتركوا في القناة